موسيقى شاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد في حلقة هذا الأسبوع نستضيف الشاعر لا تزال تبحث عن العدالة تبحث عنها في قصيدتها وكذلك في عملها اختارت القانون مهنة تتوازن مع تطلعاتها الشعرية لنصرة الإنسان أينما كان والانتماء إلى البسطاء من الناس هي الفلسطينية التي جرعت الوجع أشكالا وألوانا فرمزت إليه بالقصيدة ضيفة هذه الحلقة من بيت القصيدة الشاعر معالي بشارات من فلسطين أهلا وسهلا بك حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أستاذ معالي أهلا بك أستاذ ماتر يعني في البداية وقبل الذهاب إلى القصائد التي ستكون معجونة بتراب فلسطين بزعفران القدس بزعتر جبل المكبر وغيرها من المناطق العالية نابلس جبل النار جنين الكبيرة بأهلها قبل كل هذه الملامح الفلسطينية الكبيرة نريد منك أن تحدثين عن نفسك قليلا بحدود ما تحبين للجمهور الكريم أن يعرف نعم طبعا أول شي راح أعرف عن نفسي بخاطرة تفضلي سئلت من أين أنا أجبت أنا من بلاد ترابها قان من دماء أبنائها تخط الأماني أنا من نابلس جرزيمة جبلها العالي من القدس من القدس جرحنا الغالي وأقصانا فيها ينادي من الخليل حرمنا فيها يعاني من جنينا يعبد الخضراء آمالي من حيفا من عكا من يافا من غزة من فلسطين وكيف يكون التفاني من وطن ما زال في مخاض سئلت من أين أنا أجبتك أيها السائل عن حالي طبعا أنا الشاعرة والمحامية معالي خدر عبدالله بشارات من فلسطين من جبل النار من نابلس أعمل كمحامية من خلال مكتبي في مدينة نابلس لي ديوان واحد بعنوان نشيد الجمر والآخر لم يطبع بعد بعنوان نزف الخريف باكالوريس فقه تشريع وماجستير فقه تشريع جميل جدا هذه هي التوطئة العذبة التي تأخذنا إلى فلسطين إلى سهولها وحضابها وجبالها وتضعنا أمام حقيقة واعية وواعدة لا يمكن التنازل عنها ألا وهي أن الفلسطينيين لم ينسوا حقهم كما زعم قادة الاحتلال يوما ما وقالوا الكبار يموتون والصغار ينسون على ما يبدو أن الكبار والصغار في آن واحد لا يتجاوزون حقهم ويتذكرونه دائما قبل أن نذهب إلى حديث عن جبل النار وجنين وهذه المدن الغالية على العرب جميعا وليس على الفلسطينيين فحسب قبل كل هذا نريد الافتتاح بقصيدة مما تحبين أن تقرأي علينا تفضل حزن القدس حزن القدس نعم تفضل وقفت أمام حزن القدس يوما أسائلها أطالبها جوابا فكان جوابها بالرد قهرا أموت جوا وألتهب التهابا يهددني زنيم كل يوم ويزرع في ذرى جسدي عذابا ويسرعني بلا شرف آثيم وينزع من شذا روحي حجابا ويشقيني بلا حق لئيم فيسمعني على مضض خطابا ويجرحني بلا سيف شقي ويسلب من شذا طهري نصابا أنام معاقرا أحزان يتمي أنام معاقرا أحزان يتمي يجن الليل ينقشها خضابا سهام الحقد تنهشني جهارا وتجعل من ضحى شمسي ضبابا يضيق الصدر والأنفاس مني كما ريح على جبل تصابا أرى بغدادا توأمنا تعاني غياب الأزدي أبقاها خرابا أرى بغدادا توأمنا تعاني غياب الأزدي أبقاها خرابا نخيل شعابها في الحزن يشقى وماء فراتها أضحى يبابا وشام عاث فيها كل زيف طنين الظلم أفقدهم صوابا ويا يمن أهين الحر فيها وكل بيوتها تشكو مصابا وكل الحرب شتتهم عدو ضياع الحق بعثرهم سرابا فهل من عودة تشفي قلوبا فهل من عودة تشفي قلوبا وتروي جل من عاشق الترابا فتجمعنا أخوتنا ونسمو وننهل من منابعها شرابا فتجمعنا أخوتنا ونسمو وننهل من منابعها شرابا يعني حاضرة في وجدان أكثر العرب الذين يعني ربما يتساءلون دائما عن فكرة القدس وما تعنيه من رمزية تاريخية وحضارية وواقعية معاصرة لأهلها يعني ربما أيضا بعض من يسكنون فلسطين خلينا نقيسها على أهل غزة لا يعرفون تفاصيل معينة عن مدينة القدس لم يعيشوها يعني منعهم الاحتلال من زيارتها وبالتالي فهم مثل يعني الإخوة العرب لا يعرفون عنها إلا أنها الفلسطينية الحاضرة التي لا يمكن أن تغيب عن الذاكرة ولا يمكن للجيل كل الجيل أن يتنازل عنها أسؤال هنا بعض التفاصيل الصعبة التي تعيشونها أنتم حينما ترغبون بزيارة هذه المدينة صفي لنا تفاصيل هذه الرحلة الشاقة ما استطعت إلى ذلك سبيل تفضل طبعا نحن ممنوعون أن نزور القدس إلا بتصاريح من الاحتلال طبعا هذه التصاريح ممكن تطلع لإنسان أو لا لكن يسمحون لنا بزيارتها في رمضان في أيام الجمعة طبعا من نابلس للقدس هي رحلة عذاب على الحواجز الإسرائيلي فعندما نصل معبر القلندية التي يؤدي إلى القدس فنقف ساعات طويلة تحت الشمس حتى نتمكن من الدخول إلى القدس وندخل مسافات كبيرة مشيا على الأقدام حتى بعد ذلك تقول لنا حافلاتهم ونذهب للقدس لكن طبعا هي رحلة عذاب جميلة جدا حتى لو أنها عذاب لكنها جميلة جدا من أن تدخل القدس وطرى المسجد الأقصى فالذي يتكلم هو الدمع فقط الدموع تتكلم في تلك الله فقط نعم جميل جدا يعني لو أردنا أن نسأل أي شاعر يصف لنا الشاعر كتابة الشاعر بحد ذاتها ربما يجيب إجابة نمطية منطلقة من بيئته التي يعيش فيها لكن هذا السؤال لو وجهناه لفلسطينية تعيش في الضفة الغربية والضفة الغربية أنت تعرفين أنها على صفيح ساخن وتغلي من حين إلى آخر وتحصل فيها الكثير من الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات المتواصلة سواء في الجمع على بعض المسيرات أو حتى على بعض المنازل وآخرها ما حصل في جنين جنين الرابضة على قلب الاحتلال جنين الشوكة في حلق كل متغطرس كل ظالم يعني صفي لنا فكرة كتابة الشاعر منطلقة من فكرة أنك فلسطينية نعم تعيشين هم القضية طبعا أول شيء للشعر هو حياة أفاق الشعر تفريغ نفسي نسأل لما يحصل هو مسألة نعم موجودة في كيان كل إنسان أو فلسطيني بالنسبة لك شاعرة فلسطينية عندما أرى دائما اعتداءات المستوطنين القتل السلب التشريد لأبناء شعبنا هدم البيوت فهذا يعطي لي إلهام كبير لأن أبدأ بكتابة القصيدة شيء آخر قبل من عود لها قصيدة جديدة قد يتساءل بعضهم عن سر هذا الثوبة الذي تظهرين به معنا في هذه الحلقة من بيت القصيد حدثينا عن الأثواب التراثية الفلسطينية وعما إذا كان هذا الثوب يعود إلى مدينة معينة طبعا هناك لكل مدينة ثوب خاص بها سواء يافا إلها الثوب الخاص بها والخليل ومناطق الشمال نابلس هو هذا من تراثنا الفلسطيني لكن قد أدخل عليها تعديلات أخرى جديدة بموجب الحداثة أضيفت إليها بعض التعديلات لكن يبقى هذا الثوب بسمته العام ثوبا تراثيا فلسطينيا يعكس عزة الجدات اللواتي كنا يحكنا بأيديهن بشكل يدوي وحكم مثل هذه الأثواب التي يمتد عمل الثوبة الواحد منها إلى أشهر أحيانا لكن اليوم أعتقد أصبحت المسألة لها علاقة ببعض الآلات التي تيسر صناعة مثل هذه الأثواب الفلسطينية أكثر ما يميز جبل النار ولماذا سميتمها كذلك أو سماها الرئيس الراحل ياسر عرفاتو حمار؟ جبل النار للتضحيات التي قدمها أبناء جبل النار نابلس نعم في جميع الانتفاضات التي حصلت سواء انتفاضة الأقصى أو الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة نعم والآن كما تعرفون قد ظهرت مجموعات مجاهدين في مدينة نابلس ويوميا يتم اشتباكات بينهم وبين الاحتلال على الحواجز العسكرية فهي عصية على الاحتلال وستبقى جبل النار التي لن تنطفئ إلا بخروج آخر فهي شامخة بشنوخ وآخر معتدي جبل جرزيم وعبال جميل جدا هذه المعلومات جبل جرزيم وعبال وأظن أن هناك فلسطينيين لا أعرفون بعض هذه التفاصيل ربما لأن الغربة أجبرتهم على أن يكونوا خارج أوطانهم أو الظروف المحيطة ببلادهم حتى وإن كانوا يعيشون داخل فلسطين إلا أن الاحتلال يتمد سياسة التفرقة وتقطيع وتجزئة المجزة للأسف خذنا إلى قصيدة جديدة أو إلى أبيات وقرأ علينا ما تحبين على ما يبدو ستقرأين من الديوان هذه المرة نعم سأقرأ من ديواني الشعري اللي هو بعنوان نشيد الجمر طبعا نشيد الجمر الجمر والألم والاحتلال والفقد تفضلي والحنين بعنوان لغة الأرض وهذه الأرض للغة وفي صمتي هي الكلم وفي عيني متى أغضي وفي قلبي هي الحلم وفي دمعي لها ذكرى وفي الآهات ترتسم وفي الأحزان لمأوى يداوي جرحي السقم فمن دمي بها نقش وأجد حين أبتسم وفيها روحنا تسم بنبض المجد تلتائم وفيها قدسنا الحرة تنادي أين معتصم ومع أناتها نرقى وللعلياء ذا الحلم فأرض الشمس عالمها وللأمجاد تحتكم أيا تاريخ فالتشهد أيا تاريخ فالتشهد أيا تاريخ فالتشهد لنا عكا لنا القدم لنا حيفا لنا صيدا تراب المجد يلتحم لنا يافا لنا غزة لنا الآمال والشمم فضم الآن فضم الآن فرقتنا فهذا الرسم والعلم فضم الآن فرقتنا فهذا الرسم والعلم أي أرضا عشقناها أي أرضا عشقناها بروح فوقها الهمم زهور العمر تفديها وإن جارت بها الأمم زهور العمر تفديها وإن جارت بها الأمم زهور العمر تفديها وإن جارت بها الأمم لا فضافوكي الآن سنخرج إلى استراحة قصيرة مشاهدين الكرام فاصل قصير ومن ثم نواصل لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام أينما كنتم نحييكم من جديد ضيفة هذا العدد من بيت القصيد معنا هنا في الأستوديو الشاعرة معالي بشارات من فلسطين مجددا نرحب بك سيدة معالي قبل العودة إلى الشعر مجددا دعينا نتناقش قليلا تعلمين أن الشعر يتأثر بمن حوله وبما حوله حدثينا عن هذا التأثر وكيف انعكس على كتاباتك الشعرية طبعا أنا أم ويوجد لدي مشاعر مختلطة ومحامية لمهمات عمل وفلسطينية تخرج كل يوم من بيتها وتعانيه ما تعاني على الحواجز فكل هذه الأمور كونت صورة في قلبي عندما أقعد أو أجلس في خلوتي أبدأ بكتابتها وتظهر قصيدة طب ما هو أكثر ما يزعجك فيما يخص إنتاجك الأدبي من خلال تجربة عملية؟ نعم اللي يزعجني ويزعج أي شاعر أنه لا يقدر إنتاجه ويطبع ويجمع في دوان واحد ويزعجني أيضا أنني أرى أنه يقدر الكاتب المترحل البسيط أو الشاعر وهو ليس بشاعر فهذا يزعجني ويزعج الشاعر هذا يحصل في أكثر من بلد للأسف نعم صحيح لكن ما يعزي الشاعر أن قصيدته الصادقة نعم لا بد أن ستجد مريديها ومحبيها ومن يؤمنون بمضمونها ومحتوها وفحوها خذينا إلى نص جديد تفضلي أستاذ معالي نحن جاهزونا لنستمع إلى قصيدتك التالية إباء أسير ماذا أقول لدمعة خبأتها وتناثرت في أول الأبيات ماذا أقول للوعة تشتاحني والحبر يرجف في يد الصفحات يا أيها القيد اللعين فإنني نسر يحلق في سمى الفلوات مهما فتكتبنا ستبقى روحنا فوق الغيوم تطوق الآهات أنا قد رويت المجد في عنق السنة فالعز مزروع يعاني قذاتي يا حرف يا حرف سطر بالإباء شموخنا وقضف لهيبك في قلوب غزاتي يا حرف سطر بالإباء شموخنا وقضف لهيبك في قلوب غزاتي وارفع كراما بعد ذل قاهر واحفظ ديارا سيجت بثباتي ماذا أقول لدمعة خبأتها وتناثرت في أول الأبيات ماذا أقول لدمعة خبأتها وتناثرت في أول الأبيات أقول لها أنني سأواصل القراءة إلى قصيدة جديدة تفضلي طبعا بما أني محامية أكيد هذا رح يأثر علي وأكتب من هنا من اسطنبول من إذاعة الرافدين أقول سيد القاضي لا لست متعبة أنا يا سيدي بل متعبة لا لست متعبة أنا يا سيدي بل متعبة فأنا التي من طيبها أطعمت ساعة مسغبة وأنا التي ترنو لها كل القوافي الطيبة يا سيدي فأنا العدالة للعدالة مقربة وشهدت لي كم مرة لرؤية متوثبة فأنا قضاء واقف للظلمها كم مرعبة في وقفتي كم هميبة صلت صلاة واجبة لا لست متعبة أنا يا سيدي بل متعبة ربما يغضب عليك بعض النحويين ويقولون لماذا رفعت متعبة وهي حقها النصب لكن ربما لأن التعب يرفع صاحبه نعم ويعلي من درجاته دائما الشعراء يعني يجوزون ما لا يجوز أو يعتبرون أن لهم حق بتطويع الكلمات بحيث تخدم المعنى الذي يرغبون به بواعث ومحركات الإبداع كثيرة أستاذ معالي نعم عن فكرة أن لكل شاعر طقوسا خاصة تسبق أو تكون حاضرة أو تتبع مرحلة الكتابة لا بد أن تكون حاضرة نعم طبعا قهوتي وخلوتي وشرفة مطلة على الجمال الطبيعي أروب الشمس والبحر أثناء مصارعته للأمواج فهذه هي طقوس الخاصة في الكتابة جميل لكنها ليست طقوسا إجبارية صحيح القصيدة إذا ما فرضت نفسها فإنها تتسيد حتى شاعرها أو شاعرتها تكون سيدة عليه أو عليها نعم يعني ليس شرطا أن تحضر هذه الطقوس المادية التي ذكرتها الطقوس الطبيعية أم أنها فرض عين يسبق نعم أم ساكيكي بالقلم أو أم ساكيكي بي صحيح هذه الطقوس طبعا حسين أستاذ مطر أنت حكيت أن القصيدة عندما تأتي تفرض نفسها ما بتقدر أنك تجمع كل هذه الطقوس لكن هي فعلا هذه الطقوس الخاصة في كتابة القصيدة أم تقول قائل أنت من فلسطين من الضفة التي هي على صفيح ساخن الظروف الصعبة العدوان المتواصل وتصنعون مثل هذه الطقوس أيضا لماذا؟ نحن نحب الفرح والسعادة ورغم كل شيء فنحن نصنع السعادة إذن أنت تتمثلين قول درويش ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلة نعم وصح هذا قوله صح نعم وصدق إن قال وإذ قال ذلك هناك شعر والآن أريد إجابة صريحة يقولون إن الشارع الفلسطيني أغلق بابه محمود درويش ما رأيك بمثل هذا القول؟ طبعا أن شعراء فلسطينيون قد واكبوا القضية الفلسطينية غير محمود درويش قبله وبعده قبله وبعده أنا لا أفقهم في هذا القول حتى في مرحلة درويش كان هناك شعراء كبار صحيح مثل سميح القاسم وغيره أيضا ضرعوا بكتابة القضية الفلسطينية شعرا نعم في منهم مظلومين أو هم مظلمين أنفسهم يعني ما خرجوا للعالم فهمت كيف سواء عن طريق التوقص الاجتماعي أو عن طريق المشاركات في المهرجانات وغيرها لبيان معاناة الشعب الفلسطيني ما الذي تتطلعين إلى تحقيقه من وراء كتابة شعر القضية؟ أول بداية توصيل معاناة شعبي العالم العربي والعالمي والإسلامي ثانيا أتطلع لأن أكون ملكة الشعر العربي والإسلامي وإلى العالمي إن شاء الله إن شاء الله قضينا إلى أبيات جديدة أو قصيدة قرأي علينا ما تحبين تفضلي نعم أسرخي يا بندقية أسرخي يا ثورة الأرض الأبية فجري كل حروف الأبجدية انفضي عنكي غبار الذلهية أوخدي كل أمانين الندية قبلي ثغر المنايا في صهيل يعتلي أدراج مجد أبدية أسرخي أحلام خيل تتلظى واسحبي قمدى جروح للقضية أسرخي عانقي فرسان قيد واضبطي أنفاس تلك البندقية ارفعي رايات عز للمعالي لا لضم لا لمحو للهوية ارفعي رايات عز للمعالي لا لضم لا لمحو للهوية في صلاة النصر أتلو كل ورد كم تحيات قرأنا أحمدية وابتهالات تجلت في دماء عطرت وجه القباب اليوسفية اصرخي يا ثورة الأرض الأبية فضفوك أستاذة ورد في هذه الأبيات مصطلح الضم فقد توضيح للمشاهدين الكرام أن قانون الضم هو قانون إسرائيلي يسعى من خلاله لضم أراضي تابعة للشعب الفلسطيني أو لسلطة الحكم الذاتية السلطة الوطنية الفلسطينية يسعون إلى ضمها بقوة السلاح والاقتدار والاستيلاء لكن هذا الضم ليس شرعيا ولا تجزه لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن وكذلك يرفضه الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني بما فيه الشاعر معالي بشارات القادمة من فلسطين المحتلة حتى تشرفنا بهذه الحلقة من بيت القصيد وقلت لا لضم لا لمحو ما الذي عنيته بمفردة المحو هل هو محو التاريخ أم محو آخر طبعا الآن كما نعلم بأن الاحتلال يسعى لمحو التراث الفلسطيني ونسبه لنفسه حتى أن وزيرة الثقافة الإسرائيلية في دورة ما من دورات حكومات الاحتلال الإسرائيلي خرجت بثوب يشهر هذا الثوب الذي ترتدينه أنت وزعمت أنه تراث إسرائيلي وهذا محض كذب وافتراء الآن سنخرج إلى استراحة قصيرة مرة أخرى بعده نواصل مشاهدين الكرام إذن نخرج إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نواصل ما تبقى من حلقتنا فابقوا معنا نجدد الترحب بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم أهلاً وسهلاً بكم وبضيفتنا في هذه الحلقة أشاعر المحامية الفلسطينية الأستاذ معالي بشارات حيا الله بكم مجدداً أستاذ معالي عن القصيدة الفلسطينية وحاضر المشهد الفلسطيني هل القصيدة الفلسطينية باعتقادك الذاتي على مستوى الحدث اليومي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني بكل صراحة نعم أرى أن القصيدة الفلسطينية قد واكبت أو الشعر قد واكب تطلعات القضية الفلسطينية نعم هل هي القصيدة فدائية؟ نعم كثير من الشعراء في كل الأحداث التي تحدث فيها الضفة يكتبون للقدس للشهداء للأسرة فهذه قضيتنا الأولى والأسمى وشغلنا الشاغل حتى أنني ديواني الأول 95% هو وطني وبعض الشعراء يقولني أستاذي معالي هذا ممكن يضع في الديوان فأقول لهم أنا في بلد محتل ماذا سأكتب؟ أنا إذا بدأت تغزل باتغزل في القدس يا سلام نعم وفي آثارنا خضرت أماني نعم وذينا إلى هذه الأماني الخضراء تفضل دائماً عندنا أماني رغم كل شيء وفي آثارنا خضرت أماني بأحلام تعانقها جناني تلقينا ورغم الهم كنا نسابق في الدقائق والثواني ونحقن في دماء الوصل حباً لنشبع أعيناً كانت تعاني يحاول أن يروض بعض حرف ليشرب كل نبط من حناني يدايا تعانق الفنجان حتى أخبئ رجفتي كي لا يراني فتنظر قهوتي كم في حيناً ليهدأ روعها ترجو الأماني فتنظر قهوتي كم في حيناً ليهدأ روعها روعها ترجو الأماني ومن بعض الكلام تراقصت بسهام واستقرت في ثاني فقال أأنت معجزتي فقال أأنت معجزتي ولست نبياً بل وملهمة الأغاني وفي آذارنا اخترت أماني بأحلام تعانقها جناني حسنتي أستاذ الأبيات النونية البسيطة التي تحاكي طين الأرض ولا تنفصل عن وجع الإنسان وفطرته السليمة قد تقودنا إلى سؤال مختلف هذه المرة يعني كيف يمكن أن يكون دور الشاعر بناءً في مشروع استعادة الحق وتحرير الإنسان الفلسطين طبعاً الشاعر هو صوت الأمة ونبض الشعب وصورة للشعب فمن كتاباته نعم تحفز الآخرين بالتحرر من الظلم وسعارة الحق أينما كان قد يكون سبباً لينتفض من حوله على الظلم والظالمين نعم فيسعون إلى الانتصار لقضيتهم وبالتالي فإن صوت الشاعر قد يكون يعني عامل نضال كالرصاصة كالرصاصة نعم القصيدة كالرصاصة والكلمة أنت ترينها كذلك هي كالرصاصة من قائلها أم ممكن أن تكون رصاصة مرتدة عليه كذلك صحيح كيف يمكن أن يكون ذلك بانتقادك الشخصي تكون رصاصة عندما تنمي الوطنية في داخل الجيل الجديد وتكون مرتدة عليه طبعاً من جهات ممكن جهات مثلاً نحن إذن فصل عن قضيته نعم إذن فصل عن قضيته أحسنتي كثيراً خذينا إلى أبيات جديدة تفضلي على الصدمات قلبي قد تربى على الصدمات قلبي قد تربى فأشرب من شفاه الصبر سبرا وأمسح ثوب أحزاني وأمشي ليرقى في ضفاف العمر عمر نظيف من ضغائنكم عفيف ليمتر كل غيم العسري يسر نزيف قصائدي يغتال بوحي نزيف قصائدي يغتال بوحي يصب الشعر يسكر في ستر أفرغ في الغروب جمال بحري تئن ربابتي تزدان سحراً وناي 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 يعشق الموزون دوماً ويبني من زوايا اللحن قصراً أجفف حبر أشواقي بملح أجفف حبر أشواقي بملح لكي لا لا تثور علي فجراً لكي لا لا تثور علي فجراً لكي لا لا تثور علي فجراً لعلا تحمل لك الفجر المقصود والمنشود من وراء مثل هذه الأبيات استاذ معالي حبث لو تحدثين الآن عن القصيدة الوطنية وأثرها في نفوس الجيل يعني مدى أهمية القصيدة الفلسطينية إذا ما كتبها شاعر فلسطيني أو شاعرة مدى أهميتها من أجل تنشأت الشباب في فلسطين على التشبث بهذا الحق وعدم التفريط به طبعاً القصيدة الفلسطينية تأثيرها في الجيل الجديد ترسخ القيم في هذا الجيل وتعطيه التثبت أو التشبث بأرضه وذكره أنه صاحب حق وتاريخ نعم مذكره بأنه صاحب حق وتاريخ ويبقى القول المأثور اللي هو ما ليس منا وليس فينا من يفرط بذرة من تراب القدس والقول المأثور الآخر يمكن أنت بداية قلت أستاذ مطر أنه الكبار يموتون لكن الصغار في فلسطين يحملون الراية لينيروا طريق العودة بكل ما أوتوا من قوة جميل جداً يا سلام طيب قبل ما ننتقل إلى سؤال جديد نريد أن نذهب إلى قصيدة مختلفة هذه المرة عما سبقت فضلي اقرأي ما بين يديك لن نلتقي لكننا لم نفترق لن نلتقي لكننا لم نفترق كل الليالي وجنتيها تحترق لن نلتقي لكننا لم نفترق لن نلتقي لكن قلبي لم يزل متفيء في ظل حرفك يأتلق عودت نفسي كل ما دق الحنين ببابها أن تقفق الحرف الألق لن نلتقي لكننا لم نفترق لن نلتقي لكنك أوثر بوحك يروي شغاف القلبي آه كم عشق كم مرة عانقت حرفك كي أشم من القواف سمت قربك قد نتق هيا تعالي قلتها هيا تعالي قاسميني كبرياء إلى أطق ها قد طويت الصمت والعند المقت لن نلتقي لكننا لم نفترق لن نلتقي لكننا لم نفترق على ما يبدو أن وراء هذه القصيدة حكاية لا أعلم إن كان هناك مجال لكشف بعض تفاصيل هذه الفكرة لم نلتقي لكننا لم نفترق طبعا المعنى يبقى في بطن الشاعر يقولون هذا القول حتى يهربوا لا بأس بهذا المهرب قبلناه منك أستاذ معالي حدثينا عما تنتظرينه من الشعر بشكل شخصي وما تتطلعين إلى تحقيقه حتى يكون لك مستقبلا تجربتك الخاصة تمام طبعا الشعر هو إنتاج معرفي أو لتاج معرفي وفكري وقلبي وإنساني فأنا كأي شاعر أريد أن يكون اسمي خفاقا في المجال الشعري في العالم ككل وأن أكون حاملة لراية الشعر خصوصا الذي يحاكي القضية الفلسطينية وقضايا الوطن العربي المتشردين والمهجرين نعم الذين لا يزالون يعانون ويدفعون ثمن إصرارهم على البقاء في أوطانهم في سوريا واليمن والعراق أحسنتي خذينا إلى أبياتين جديدة الآن طبعا هذه القصيدة للاستشهادي رعد وأنتم تعرفون ماذا عمل رعد أنتم تقولون في فلسطين الاستشهادي نعم ما الذي تعنونه أو تقصدونه بهذا المصطلح طبعا الاستشهادي هو من يأتي يقبل على العدو ويقوم بقتل يعني يقبل على العدو بنية أنه يود أن يستشهد يعني نعم أن يضحي بروحه فداء للأرض والقلس من أجل النضال في سبيل هذه القضية التي يؤمن بها نعم الاستشهادي جميل تفضلي أثلشت قلبي وارتقيت منارة وبجرأة أشعلت فيهم نارا وجهت وجه رصاصة في دارهم وأضأت في ليل الدجاء أقمارا شتت جمعا في صفوف كيان وطويت صمطا استفز نهارا وقضفت رعبا في قلوب جيوشهم وبرميتهم أن تقتكم أحجارا هذه البنادق نبدو حر ثائر هذه البنادق نبدو حر ثائر رعد بها قد زلزل الأشرارا هذه جنيني فجرت كم ثورة اذهب إليها قبل الأحرارا هذه جنيني فجرت كم ثورة اذهب إليها قبل الأحرارا هذه جنيني درست كم عاشق للأرض أن بتزرعها ثوارا هذه جنيني درست كم عاشق للأرض أن بتزرعها ثوارا وستبقى جنين تنجب الثوار وتنبتهم نباتا نضاليا لا يتنازل عن الأرض ولا الهوية يتشبث برسالته من أجل وطنه من أجل أبناء وطنه من أجل هذه الفكرة التي لن تموت في وجدان أبناء جنين ولا أبناء نابلس ولا أبناء رامالله وغزة ولا أبناء الداخل كلهم كتلة واحدة متشبثة ولا يمكن أن تفترق مهما سعى الاحتلال إلى تمزيقها وتفريقها تبقى عصية عليه قبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة لا أعلم إن كان لديك هناك قصائد لم تقرأيها بعد أظن أن لديك ما تقرأينه لكن قبل ذلك أريد منك إجابة صريحة عن فكرة إنشاء جيل يتشبث بهذه الهوية منطلقة من فكرة أنك أم نعم هل الجيل الموجود اليوم مل فكرة القضية ويريد أن يتحرر يريد أن يتخلى أم أن الفكرة تغرص معهم بالدم منذ الولادة وتنشأ معهم حدثيني عن تجربتك الخاصة كأم وأبنائك نموذجاً طبعاً لا أبداً هذه الفكرة ما زالت متجذرة فأبنائنا يرضعون حب الوطن وحب فلسطين وحب القدس والنضال منذ نعومة أظفارهم نعم فكثير أنا كأم مثلاً عندما يدخل الجيش نابلس أفقد أبنائي خصوصاً المصطلح الجيش تقصدين به جيش الاحتلال نعم جيش الاحتلال فأين أنا ابني الحارث الله يحفظه يا رب وين الحارث نعم فالحارث وين بيكون بيكون يستقبل الجيش طبعاً يستقبلوا بالحجارة وكذلك أبناء فلسطين ككل وكل فلسطيني وسيبقى هم يراهنون على هذا الجيل لكن أكثر الشهداء والاستشهاديين هم من الجيل 17 18 19 سنة لهذا يعني أنك أنت كأم فلسطينية تريدين أن تقولي إن أنا صباح مساء يعني قد نكون موعودين بسماء أخبار نعم قد تكون يعني قد أكون معززة لفكرة ثباتنا على مبدأ قضيتنا وإثباتنا أننا أصحاب حق إلا أننا كبشر قد نتعرض إلى وجع فقدان بعض أحبابنا صحيح أنا كأم فلسطينية لست يعني يعني ككل نساء مثل كل نساء فلسطين نمسي ونصبح ونحن ننتظر خبر ممكن ابنك استشهد أخوك استشهد أبوك استشهد فهذا قدرنا في هذه الأرض يقولون إن الأمة الفلسطينية مكابرة نعم وربما أحيانا تكون متصنعة هناك من يتهمها بالتصنع أي أنها تظهر متصاخرة أو امرأة صخرية أمام الكاميرات أمام بعض المعزين إذا ما جاءوا حتى يواسوها بابنها الاستشهدي أو الشهيد سواء يعني ذهب ليثأر من الاحتلال أو مثلا في عدوان معين ارتقى شهيدا هل فعلا الأمة الفلسطينية تتصنع هذا الثبات أم أنه متوارث وهو في الجينات قولي ما تحبين وبكل صراح هي الأمة الفلسطينية ليست متصنعة كل أم طبعا تحب ابنها يعني ما في أم وتحزن على فراقه حتى عندما تجلس لوحدها أكيد يعني رح يكون هناك ألم كبير لكننا سواء النساء أو هذا الجيل نؤمن بأن فلسطين لا تحرر إلا بالقوة لذلك كل أولادنا حتى ابني يعني بحكي لي يا إمي إذا استشهد بحكي لي إذا استشهد ما تزعل عليه بديك ترفع رأسك بحكي لي بديك ترفع رأسك أنا رح أخذك للجنة يعني كل أم فلسطينية كل ابنها بحكي لنا في هذا الشيء فهي وفاء لابنها وهي على يقين أن ابنها على حق واستشهد دفاعا عن القدس وعن الأقصى وعن فلسطين اللي هي شرف الأمة هذا الذي يثبتها حتى تظهر شامخة نعم وكمان رب العالمين بيعطيها الصبر نعم نعم قدنا لقصيدة جديدة تفضلي سأحلق بكم أو أذهب للبحر تفضلي أيها البحر أجبني من سؤال فيك يخفق دمعة في العين تروي من حكاية البعد ترهق كن رفيقا حيث ترمي سر موج فيك يعشق نبض أيار أتاني بعد حلم يترفق أيها البحر أعني أيها البحر أعني ذكريات فيك تترق فلتجبني عن سؤالي عن شعور بات يحرق عن لقاء كان يرنو يرتجي وصلا فيورق عن وعود عن لحاظ عن صباح كان ينطق أيها البحر أعني ذكريات فيك تترق فلتجبني عن سؤالي عن شعور بات يحرق عن لقاء كان يرنو يرتجي وصلا فيورق عن وعود عن لحاظ عن صباح كان ينطق أيها الشط مرادي صاحب الألحان فاشفق كان قد ناجاك يوما يسأل الطيفاء ويعبق حرك الأحزان لما صارت الدنيا تفرق أيها البحر الأماني في غياب النحن تسرق كنت نايا في مسائي تعزف الأحلام تخطق أيها البحر أجبني من سؤال فيك يخفق ربما هذا السؤال الذي يوصل خفقانه يدفعنا إلى منحك مزيدا من الوقت وقصيدة ختامية وأحبذة لو كانت قصيرة تفضلي أستاذ معالي لأننا وشكنا أن نشارف على الختام تفضلي وأنهلوا من قوافيه لأشفى فقد تعب الحنين وزاد نزفا ومن بين الحروف أحس نبضا يهامسني يمد إلي كفا وتسبقنا الدموع وزفرة لي فتعصف بي رياح الشوق عصفا تحلق ذكريات في خيالي فيعزف ناي أحزاني مقفا أنام مبكرا على الليالي تعود بفجرنا المنشود أصفا أنام مبكرا على الليالي تعود بفجرنا المنشود أصفا على الليالي تعود بفجرك المنشود أصفا وعلى هذا الدعاء وهذه التمنيات الندية المعجونة بطين فلسطين الطاهرة علىها تتحقق وما ذلك على الله بعزيز في الختام رسالة إلى فلسطين والكل الفلسطيني من روح شاعرة تعيش الألم وتأكل مع أبناء شعبها خبز الوجع ماذا تحبين أن تقولي؟ رح أقول بأبيات شعرية بعنوان نشيد الجمر تفضل كتبت الجمر أغنية لأعزف كل ألحاني فصاح الجمر من حرق جفى في الصدر أرداني فمن بلد إلى بلد أرتل حرفي العاني ومن ليل إلى ليل أسجل سمت أوطاني فإن باعوك يا وطني نشيد فيك عنواني وإن تاه النوى يوما غدو تأسير شطاني سراخ القدس يؤلمني سراخ القدس يؤلمني نحيب الشام أشجاني عراق القلب قد نهبت وتسبى من أسل جاني ويمن السعدي في ألم يحرقها بنيراني حياتي فيك يا بلدي وكم صرخت بأزماني فلا تحزن أي أقصى ستسرج خيل ميداني سيأتي فجر أغنية يغني فيك ديواني سيأتي فجر أغنية يغني فيك ديواني أحسنت بهذه القفلة أستاذ معالي وصلنا إلى الختام في الختام ماذا تودين أن تقولي طبعا أنا أتشكر جدا إذا عدت رافدين وكل العاملين فيها وإلك أستاذ مطر وللعراق الحبيب الفتحية شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في الأسبوع المقبل بحول الله وقوة هي تجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات وأسماها دائما وأبدا كونوا في شعر وسلام وحرية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر